أحبائي فإذن كيف فينا نتعامل مع المرض اسمحوا لي أبتدأ أولا من العهد القديم هذا المرض أحبائي كله أو أساسه الخطية خطية الإنسان لا أقصد خطية فيها نتائج ما أقصده هون خطية آدم وحواء لما أخطأ آدم أحبائي ابتدأت الأرض تنتج شوكا وحسكا صار فيه موت صار فيه لعني صار فيه مرض صار فيه أمور كتير بتحدث بسبب الخطية في العهد القديم صار فيه قتل صار فيه عنف صار فيه ضربات الطبيعة كلها جنت يعني الطبيعة مش عم تنسجم حتى مع الإنسان وبسبب الخطية كل شيء تشوه الطبيعة حتى الحيوانات صار فيه حيوانات مفترسة عنيفة اللي بتاكل الحيوانات الأخرى كانت خطة الله ومازالت هي خطة صالحة كاملة ومرضية ودايما خطة الله لخير ومنفعة الإنسان فإذا صارت الطبيعة الساقطة وصار فيه عداوة بين حتى الإنسان مش بس مع الخالق حتى الإنسان مع الطبيعة